موسيقى مصر الخير أعزئنا المشاهدين اليوم بحلقة جديدة من سالون دي سيانس الكلوب دي سيانس عم بقدم الحلقة الكلوب دي سيانس هو جمعية دائما نتناقش بأمور العلوم كل الأمور اللي الطارقة الجديدة والقديمة كرمال نوعي الناس وكرمال اللي منحكيه بين بعضنا يوصل لبين إيدان الناس ويقدروا يوعوا أكتر على خطورة الأشياء وأهمية الأشياء اللي حوليهم بسرنا اليوم رح أب فيك استاذ أنتوان أول شي استاذ أنتوان استاذ بالعلوم الحياتية البيولوجيا هو عادة بقدم البرنامج بس اليوم أهلية بمحلية معنا سيدة ليلة أبو حبيب ممرضة متخصصة بالإنعاش عضو بمركز الإقلاع عن التدخين بـوتل ديو دو فرانس أهلا وسهلا فيك خيّة وصديقة دكتور جورج رموز بالكمياء الحياتية أو بيوشيمية استاذ محاضر بالجامعة لبنانية كالية الهندسة بالأيو 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 اختصاصك كيميويات وبيترو كيميويات بالإضافة لأنا اختصاصي كيميا وخريج جامعة موبولييف بفرنسا اليوم موضوعنا موضوع الساعة موضوع الساعة يلي هو حرق دوليب كلنا عم نشوف دخنة وينما كنا بلبنان ومشكلتنا الأساسية انه ما عم نعرف الخطورة يمكن نحنا منعرف بس كتير من الناس ما بيعرفوا أكيد بدي أترك كل كلام لضيوف اليوم ضيوفنا بالأحرى ضيوف السالون دي سيانس الي هو الكلاب دي سيانس اليوم ليوم مش ضيوف اليوم نحنا أعضاء الكلاب يعني مدام ليلة هي أمينة السر وحضرتكم الأعضاء بالكلب وكلنا سواء الكلاب يعني اليوم أهمية الكلاب يعني سوري أخدت الحديث منك اليوم أهمية هالحلقة انه كلوب دي سيانس متل ما قال زميلنا ايدي دكتور ايدي انه نحنا بكلوب دي سيانس هادي هي دورنا انه نطرح الموضوع بالناحية العلمية والناقشة من الناحية العلمية نقدر نوصل اليوم موضوع حلقتنا متل ما قال دكتور ايدي رح يكون هي الحرق الدوليب أو الحرق المواد الكيميوية رح نتطرق شوية للنفايات كمان ورح نتطرق شوية كمان حتى بالانيفرسار لما منحرق الشمع وهالإشياء وبالحفلات بالأعراس منحرق هالجبال النار كل هاي مواد كيميوية عم بتأثر علينا بس اليوم رح نتطرق أكتر أكتر ونتعمق أكتر بقصة حرق الدوليب مزبوط بهمني ايه بهمني بالأول نشرح للناس كيف كيف بيشتغلوا الرواية انه بالنهاية نحنا اكسبوز نحنا معرضين كل يوم لهالمواد هالغازات اللي عم نتنشأهم كل يوم وخصوصي زيادة عن التلوث اللي عم نتنشأوا في عنا زيادة هالإشياء اللي عم تنحرق واللي عم بتزيد الطين بله فينا بهمني انه نعرف بالأول كيف الروية عم بيشتغلوا من شو مقلفين وبتمنى انه ليلى تعطينا فكرة صغيرة عن هالموضوع اوكي نحنا كنا نعرف نشوف الصورة إذا ما نشوف قبل الصورة شاربي لكون أحسن في الأصابات الهوائية أول شي ومنجع بس نفوت على الروية جوة في شيء اسمه ألفيول يعني الخليا صغيرة لجوة اللي من خلالها بصير في الإشانج التبادل بين الدم والروية للأكسيجان اللي عم نعرف انه غزاء الأعضاء كلها بجسمنا وبالأخص العضل بجسمنا هو الأكسيجان فهون بيفوت الهواء وبيصير في التبادل أترافير الألفيول اللي موجودين الخليا صغيرة موجودة بأول خير سورة تانية يمكن يحن اللي عم تحتي عنه المدام ليلى لكون النوع هون بيكون هلهم كتير شريين وبيصير في تبادل بين الخليا صغيرة والدم هون عم بيصير الإشانج تبادل الغازات التنفس بين الدم وبين الروية الأكسيجان بيقعد على القريات الحمر وبيروح وبيتوزع بشكل منتظم على كل الخلية تبع الجسم وبالأخص كمان العضل اللي هو موجود وين ما كان وبالأخص عضية القلب لأنه رح نرجع نتطرق لبعد شوي في تأثير إلي كمان لعضلة القلب هلأ رح نشوف اليوم نقدر نتعمق أكتر اليوم أنه أول شي نعرف منكم كشيميست هالمطاط الصناعي اللي معمول منه الدولاب طبعا مش مطاط طبيعي من مطاط صناعي مقالله من مواد كيميوية ومتل ما هو معروف صار اليوم كل ما تطور هالدولاب كل ما نزاد المواد الكيميائية المسرطنة والدراسات بتقول لحد اليوم ما بعرف هلأ أنتوا بتكون تأكدوا عليها أنه في أكتر من 25 مادة مسرطنة موجودة بالدولاب بالكوشوك المطاطي أو المطاط الصناعي فإذا بنقدر نخذها من الناحن كميي من شو مقالف صناعيا كيف يصنع الدولاب ومن شو مقالف إذا بحكي كيميائيا الدولاب نحن نسميه دولاب كوشوك نصح دولاب كوشوك هو بوليازوفران يعني بس نحكي بوليازوفران نحن نحكي عن بوليمير بوليمير يعني هن جزائيات ملزقين ببعضهم طيعتوا جزائيات كبيرة وبرجع بقول حكينا بحلقات سابقة عن البلاستيك اللي هن كمان جزائيات كبيرة وحكينا انه كل هالجزائيات الكبيرة ما بتضر بالصحة متل ما هي انما بس نعرضها لحرارة بدا تعطينا اشياء لانه بدا تتفكك بها الحالة بالذات اذا بنا نحكي كدولاب لونه اسود البوليازوفران لونه على مصفر طيطلع لونه اسود بيزيدولو نواردو كربون اللي هو الكربون الاسود والكربون الاسود ما عنا مشكلة معه يكون بالدولاب عنا مشكلة معه لما بنحرق الدولاب لانه هيدا الكربون بدي يصير جزائيات كتير صغار بارتكول يعني هون بدي محسك عم بسألكو بستوضيح انه هاد عم تقول جزائيات منو نغاس لا جزائيات هني بدي قول يمكن مثل غبرة او قطع نعمة غبرة ميكرو مزبوط ميكرو ميكرو بارتكول هني سوليد مزبوط هسين هم بدي نفوتو الى الرواية مزبوط هلا مشكلتون انو اذا كانوا بديمانسيون بياسات كبيرة بيقدروا السيل اللي عنا اياهم بالفاصل نزال بالمناخير يطلقتوا فيهم بس المشكلة انو في منهم كتير ديمانسيون طبعهم صغار ويوصلوا دايريكت لي على البومون يعني بيوصلوا دايريكت لي على الالفيول مثل ما اذا نفسنا بنخيرنا اذا نفسنا من تمنا ما في فلتر ما في فلتر بقى هادي مشكلة اساسية بلاشنا عم نحكي بولي ايزوبران وحكينا كربون بولي ايزوبران مثل ما قلنا هو شبكة كتير كبيرة حبل كتير كبير موصل ببعضه كيف بيتوصل ببعضه بزدوله كبريت بزيدوله كبريت وعلى حرارة هالحبال بتتوصل ببعضه بطريقة انها تصير كتير قوية ومشين هاكي الدوليب بهدى مش انو منمشي في كيلوماتر بدوب وهذا السبب لانو بزيدوله السوفر او الكبريت ومشين هاكي بسموه هادا البروسيدي الإطارة بولي ايزوبران الفولي ايزوبران موجود من كلمة فيولمتان فيولقان في كبريت خلص من هذه المواد ها قلنا بده يتفكك ها ال Benefrey اذا بده يتفكك يعني كل شيء موصل ببعضه بده يتفكك وبيناتهن هالكبريت المنا زائدينه من الاساس كلما يكون قوي هالكبريت طالما بده يتفكك على حرارة معينة وبوجود الاكسجين بده يعطي تاني أكسيد السفر تاني أكسيد السفر يلي هو بسبب رابو بسبب مشاكل تنفس بسبب كانسر أكيد على مدى بعيد مشاكل تنفس مشاكل قلب لأنه أكيد التنفس والقلب موصلين ببعضهم هلأ بتخبرنا كيف ليلة بس بهمني قبل هالأمور كل شيء الأكسيداتيون عم بتصير شو عم بيصير فعليا بالبيوشيمية بهمني بس بعد كمان بهمني كمان نعرف كمان بعد كيميائيا ان الدولاب بعد في غير السفر وغير هذا بعد في زنك تاني أكسيد زنك بزيدو كرمال الحرارة يلي بدا تكون بالدولاب لأنه الدولاب عم بيتعرض لحرارة تاني أكسيد زنك شغلته يوزع الحرارة بالتساوي بقلب الدولاب عم حكي عن دولاب شغلته يوزع الحرارة منه مئزة للطبيعة بعدين بس مئزة لقلنا لأنه بس يتفكك نحنا عم ناخد زنك زيادة على جسمنا ويعني أكيد ما له تأثير سلبة قد يلي حكيناهن قبل وبعد فيه زيادة كتير بدنا نحكي عنهن اي بعد فيه مواد اكيد بعد فيه مواد كتير مصرطنة لأنه التاني أكسيد زنك يعد من أقل خطورة من الموجودين بالدوليب مقارنة بالكاديميوم بالبلون بالبرصاص بالفوليز في أسياء كتير لأنه من ننسى في شراية بس حدا يحرق إذا ملاحظين بس ينحرقوا الدوليب يبقى شراية على الأرض هوده هن شراية من الفوليز يعني هلأ نشوفها تأثيرها على الصحة كمان أكيد الأكسا دي شو عم بيصير فعليا بقلب الخلية هلأ إذا بنا نحكي بالأكسا دي بس منكون عم نظلم الدوليب لأنه بس نحرق الدوليب مش بس عم نعمل له أكسا دي عم نخلق مواد جديدة بتطلع بالهواء ومنهم المادة الفضيعة اللي هي المادة المسرطنة اللي هي ديوكسين هايدي الديوكسين كتير مشكلة عم نلاقيها وين ما كان مش بس بالدوليب بس يحترق على فكرة أو بس يحمى هلأ صحيح هون على فكرة دكتور جورج إنه اليوم نحنا منقول حرقنا الدوليب بس لما منكون عم نسوق السيارة وعم نسوقها بسرعة ولما منقول عم نشفك منشم الريحة ومنشف منشوف دخني طلع التحدي الدوليب هايدي بش نوع من الحريق كمان لدوليب بلا هيدا هو ذاته حريق بس هيدا الحريق منه مثل الحريق اللي عم نشوفه المباشر اللي كتير ويتلع قوي ولتطلع النار قوية فيه وعم نحرق إذا بدك نهائي حريق نهائي بس على المدى الطويل كمان هاي دا هو تأثيره أكيد إذا منشم الريحة مرة على مرة مننشم الريحة هايدي اللي عم تطلع هايدي الديوكسين مخلوطة مع تاني أكسيد السفر مع أكيد كتير من المعادن التقيلة وهو دي المعادن التقيلة عنا مشكلة بصحتنا وبجسمنا عادة الجسم البشري وحتى الماميفار كلهم يعني عندهم صعوبة يتخلصوا من هالمواد لأنه كل هالمواد اللي بنخدها من بعد ما تمرق بالرواية وتروعوا على الألفيول مثل ما زميلتنا ليلى خبرتنا بيطلعوا بيروحوا عالدم الدم بيخدهم على الكبد ومن الكبد بديرجعوا يتوزعوا على الجسم هلأ في كتير منهم بيبقوا بالكبد وما بيقدر الكبد يتخلص منه هاي دي المشكلة هون وأول نوع سرطان بيبين هو سرطان الكبد لأنه الكبد بديرجع يتعود على الفنومان يعني عنده بتعرف أنت بروسيدي بيوشيميك عنده تخزين السكر عنده الوري عنده الأزوات عنده الدهنة عنده كل شيء بديرجتغله إذا فات عليه برودوية جديدة بده يتأقلم معهم بده يحاول يزبط هالبروسيديات بوجودهم مثل كأنه أنت بس تكون قاعد ببيتك مرتاح ما عندك شيء عم تعملوا قاعد تروحوا بتيجي على راحتك ببيتك بس يجي لعندك حدا غريب بدك تتأقلم معه بدك تحاول أنك تكون بطريقة أنك ما تزعجه ولا هو يزعجك بس بالآخر بدكم تتعودوا على بعضهم يعني هالبروسيديات بيوشيميك العادة اللي قاله عادي يكون بالكبد بده يتغير ومن هون بيبلش عنا المشاكل وبتتطور وبيتغير البروسيديات بيصير بيقولوله سرطان يعني هون ما رح يتأقلموا مع بعضهم لا ما رح يتأقلموا مع بعضهم بده حدا يغلو بالتاني يعني وجود هال المواد السامة أو المواد المسرطنة قبل ما نحكي عننا مواد مسرطنة بنقول هالمواد اللي فاتت على الكبد بده الكبد يتأقلم معها لأنه ما رح يقدر يلغيها من جسمها أو إذا بده يلغيها بده خمسمائة سنة عيشنا كما بيقول صح إذا ما نحكي عن المواد وانا نحكي عن تأثيرها على الصحة يعني منين بدي يبلش ما بعرف إذا بدي يبلش من الأزى بالرأس أو بالرواية أو عندك حتى هالمواد هايدي وخصوصا الديوكسين إذا بدي أحكي عن الديوكسين أنا ما بخلص عندي مشكلة معها لأنه عم بتبلش تضرب العنصر النسائي قبل العنصر الرجالي يعني وخصوصا الأعمار الصغيرة اللي يوما ما بدون يكون في عندهم أولاد يعني إذا قلنا هالديوكسين عم تتخزن بالبلسنتا البلاسنتا هو الحبل اللي بيوصل الفاتوس للولد جنين جنين لأمه تتخزن هنيكا وبتتخزن من ولد لولد يعني السورس بتضل موجودة يعني حتى لو بد تجيب المرأة عشر أولاد العشر أولاد بدي يكون فيه عندهم حتى عم بيصير في تأثير على الجن على الجن أكيد هلأ بس هلأ وجوده وين أكتر شي عم بيتخزن هو أكيد عند العنصر النسائي بس خلينا نحكي شوية بالتشوهات اللي عم بتصير التشوهات اللي عم بتصير عم بتصير فزيعة وخصوصة بالدماغ تشوهات الدماغ اللي عم يجي في مطارح بالدماغ يعني فيه إشياء مثلا لازم تعرف أنت ناخد مثال الكمبريانسيون والإكسپريسيون يعني الفهم والحكي هايدي إجزمبل مثلا ممكن يتعطل من وراء البوليسيون تبع الديوكسين يعني نرجع فشختين لورا ونقول من وراء حريق الدوليب نحنا ما مننبسط أن نشوف ناس عم تحرق الدوليب أو أسوأ حدا من المتظاهرين حامل بانكارت أنه نحنا ضد السبب الكانسر وهن مولعين دوليب ووقفين حده ما عم بفهم أو بقى لي بدي هايدي مطاليب المحقق أنه اليوم أنا إذا حصلت على مطاليب المحقق المشكلة إي ومع سرطان ما بدي فيها ما عرف كيف بدي عم التوازن ببعض المشكلة إنه بالنسبة للناس يمكن إنه نحرق دوليب هو طريقة نعبر عن رأي بس المشكلة نعبر عن رأي نقز اللي نحنا واللي حولينا والمنطقة اللي فينا يعني ببلاد برا وصلوا عم نقزل أجيال ببلاد برا وصلوا لمرحلة كل شخص بيولع دوليب بيحبسوه سنتين وبيغرمو 75 ألف يورو هون بدي أعطي ملاحظة على اللي عم بتقوله دكتور إيدي بالدول المتطورة في عنده الدوليب فترة محددة مفروض يتغير وإذا ما منغير هالدوليب فيه جزا بيندفع فهن منهم قادرين يتخلصوا من هالدوليب هالنفايات هن لأنه بدوا يحرقوها بمحارق خاصة لقلهم وهذا شي مكلف لقلهم بفضلوا يبيعوه على الدول النامية كدوليب مستعمل نحن عم نشتري كتير دوليبات دوليب مستعملة اللي كان اللي هو ممنوع يمشي ببلد المنشأ أو بالدول الأوروبية أو الأمريكية ممنوع يمشي فيه بقى الشوفير صاحب السيارة يركبوا على سيارته صار مسموح عنا هون ينبعث لعنا نشتري هاي أول شغلة إنه الدوليب هندها نفايات بيعتي لنا لعنا مش قادرين يتخلصوا لأنه ممنوع حرق فنحن عم نجي نحن عم نجي منحرقوا عنا نحن هون بالهوى الطلق فهيدي شغلة كتير مهمة نقدر ننتبه لأنه هي خدع عم بيخدعنا فيها العالم لما يبعث لنا هذا الدوليب المستعمل مزبوط هلأ في عنا الإيدروكربونات الإيدروكربونات العطرية اللي بيسمون هني الـ HAP الإيدروكاربور أروماتيك بوليسيكليك اللي بيسموها متعددة الحلقات بوليسيكليك يعني فيهم كذا سيك هذي مواد جدا مصرطنة وعادة منلاقيهم بكل المواد اللي بيكونوا في كونتاكت مع البلاستيك لأنه في HAP موجودين بالبلاستيك ممكن لقيتهم بماء ممكن لقيتهم بجو يعني نتخيل أنه نعمل دراسات إذا نلاقي جزء بالمليون أو جزء بالمليار سنشوف إذا فعلا مقبول أنه يكون لدينا هذه الكميات أو هالكمية موجودة بالجو أو بالماء ومدرشو الـ HAP موجودين بكميات كثير كبيرة من حرق الدوليب أو حرق مستوعبات الزبالة لأنه للأسف على فورة الدم باعتقد في ناس بدل ما بيلاقوا دولاب بيولعوا النفاية مستوعب النفاية مستوعب النفاية للأسف في لبنان لا نفرز نفاية أو يلي يفرز بالبات الشركة تجي تحط كل الكياس فوق بعضهم وبيحطوهم بهالمستوعب النفاية تبار كيف شيء محال يقدروا يفرزون إذا هالزلم اللي معصد ولع مستوعب النفاية يعني عم بيولع مواد عضوية يلي هن ما كتير رح يقزو بس حتى المواد العضوية ببلاد ممنوع لأنه كمان في عند كتير مساوى مظبوط في المعادن وفي كل الأشياء اللي نحنا عم نحكي فيهم موجودين بالإطارات بالدوليب موجودين بمستوعب نفايات بيولعو قال تيحتجوا يعني يحطوا تراب يحطوا اللي بدوا نية تيسكروا طريق بس ما يولعوا شيء يضروا بالناس صار لنا ما بعرف كم حلقة عم نحكي وهلأ أكيد رح نرجع ضروري ضروري لزميلتنا مادام ليلى كرميل تخبرنا شو عم بيصير بين القلب ورواية لأي عم الدوليب وحرق النفايات وكل هالأمور اللي عم بتصير خصوصي على الساحة اللبنانية قدامه ممكن تأثر سلبا على أمور التنفس وعلى أمور القلب بتمنى منك توضحي لنا أكتر أكيد من نبلش من أي ناحية من ناحية تقوشي الحرق وموجود السيقو بالجو إذا نحكي تلوص موجود مثل محكينا من زمان أنه في كتير عنا تلوص بالبلد أنا بحب بس عطول بعطيون للبيشنس اللي بيجوا لعنا الناس أنه لما منعطيكم مثل أنه بتروحوا على الميكانيك تتعير السيقو للسيارة وقال لما تقطع السيارة طب أنتوا لمفروض جسمكم ما يكون فيت شي بقلبه اسم سيقو أساسا البيئة في التلوص بالبيئة اللي هو عم نحكي عنه هلا شغلة كتير مهمة أنه السيقو مش مفروض يكون موجود عند الناس للأسف في ناس بيجي لعنا حتى ما بتدخن بس نعمل تس السيقو بيطلع مرتفع عندهم ولا حدا يجل عنه مفروض يطلع أزيرو وطلع أزيرو للأسف أكيد بعدنا عم نحكي السيقو موجود وينما كان الحرق موجود وينما كان لزبالة وشو مكان اللي عم نحكي عنه وكمان موجودين وعم بيعمل السيقو هلا دجا نحن عايشين بعصر طريقة الأكل طريقة الحياة كل اللي عم تأثر على الناس يعني اللي عنده ضغط اللي عنده كوليستيرول تريكليسيريد اللي عنده كل هالإشياء اللي بتنتيج مشاكل بالشريين وبالقلب وبالرواية وبكل شي عم نزيد عليهم شي اسمه فاكتور دوريسك زيادة يعني عم نعرض حالنا بعد أكتر للخطر لهذا الشي فينا نحنا نستغني عنه يعني هذا الشي مش مش شي أساسي بالحياة وطبع منقول فيه طريقة نعبر عن رأينا أو نسكر طرقات بس مش هاي مش نقزي بعضنا أو نقزي حالنا نقزي حالنا بتقول هلا إنه أكتر ناس معرضين لهالأمراض وللأزية من الحرق الدوليب والحرق النفايات هن الناس اللي عم بيحرقوا أكيد أكيد هن يتنشأوا الثاق هن يتنشأوا كل شي مثل ما ذكرنا كمان البلون كمان اللي هو بيعلق على العظم عند الشخص ولي بيأثر كثير على الدماغ هذا كله عم نحكي فيه الثاقو أكتر شي بيحكي عنه ونهن أكتر شي الحرق اللي بيصير بحب كمان عطول باتيون إجزامبل إنو تذكروا إيهم زمان لما يقولوا هيدا شخص فحم قاعد فوقف ولأ إنو كمان هيدول إشيا شوي قريبة ع تفكيرون نتفهموا نحنا شو قصدنا بقصة السي أو تنشؤ السي أو وإنو نختنئ من وراء السي أو هيدا هي الفكرة زيتة يعني فحم لأنه في سي أو وتنشأوا لأنه الرواية مفروض يتنفسوا أو يأخذوا أوكسيجين بما إنو السي أو هو أو وحدة دونك أخف بالوزن للأكسيجين دونك في تندانس يفوت أسرع في إمكانية يتتوعب وينسحب بطريقة أسرع على الأعضاء وبالدم ومتى ما راح وتوزع بهالمطاريح صار في كسل لأنه منرجع من قول الغزاء كل ما براعنا بجسمنا هو الأكسيجين لما أنت مش عام بتغزي مش عام بتطعميش شي صح أنت عام تخليه يكسل دونك بنوصل على مشاكل بالأطراف بشرين خاصة طبع الأطراف الإيدين الإجرين ما بعد يتوزع الدم مزبوط بطريقة منتزمة على هالمطاريح ولا الفلو بيرجع بيطلع بالهين ونفس الشي عضاية القلب اللي هي أساسية هي أكتر شي بتسحب يعني زي هلأ في نعتبر نسبة صغيرة أوكسيجين بجسمنا هي أكتر وحدة بجرد تسحب لأنه هي شي سنترال هي شي أساسي مثلها مثل الدمار نونك هو أكتر شي بيسحبو الأكسيجين طالما ما فيه أكسيجين وما فيه غزة بطريقة بنيحة أو بنسبة عالية لعضلة القلب كسلت عضلة القلب بس يصير فيه كسل بسير فيه كسل بكل العضل جوه اللي هو بنقول عنه الفنتريكول أو مطرح ما بيدخ الدم نونك مرة عمرة عمرة بسير فيه هالكسل وهالتلاشة بالعضلة بسير فيه عنا مشكل أكبر من مشكل بس الشريين يمكن اللي شريين إله حل منفوت بنعمل بنحط مكين رسوريت مثل بقولون ستينت يعني أو بنعمل لهم جراحة أما العضلة فما إلا حل هون مقع بمشكل كبير بسير شوي شوي يتفاقم أكتر ويعملنا مشكل أكبر وبيوصل لأوقات يعمل أريكاردياك هوني حبيب بس أعرف شغلي استاذ أنتوان حضرتك بيولوجيا إذا عم نحكي هالكمية الكربون ما ننسى أنه فيه تقريبا ثلاثين أو أربعين بالمئة من الدوليبي اللي عم بينحرقوا كربون يعني هون الكربون سيصوروا مثل ما قلنا جزيئيات يعني مثل الغبرة بالجو عم نتنشقون مش بس عم بيبقوا بالنخيرنا عم نتنشق بتمنقوا بالنخيرنا عم بينزلوا على رواية هل بسطموا الرواية؟ طبيعي هلأ اليوم أول شي بدي نتفي كافة على لقيته مادام ليلى أنه هو المونوكسيدو كربون هو مثل ما قلت الفحم كان عنا درجة مثلا مع العين منق الفحم ما تولعه فحم ما خلوا ولعه بره ليش لأنه لحتى كنت نولع كامل ما يفوت السئو بقلبي البات ونتسمم وقوله فحم اللي هو المونوكسيدو كربون نفس المبدأ هي قصة أنه حتى الروية هني بدون أكسيجين تيتغزوا بدون أكسيجين إذا ما عبيتغزوا الألفيول أو هاو الخلايا بصيروا يتوهجوا بس يتوهجوا بصير كيف رح قربها شوي كأنه عملوا متى ما عملوا وصاروا متوهجين ومتضخمين هيدا الشي بصير كأنه عبيتغزوا لك أنه نصوم غنفلي لمرحلة لا بقفين فينا نعطيكم نسوفل دونك ماكسيما مغنفلي نستطيع أن نسوفل لا بقفين خليكم تتنفس وأن إحنا كمان اختنقنا لون هني بيختنقوا كمان مثل ما كلا عودوا بالجسم مزبوط ها هي دونك مثل ما قلت أنه هالجزيقات اللي رح تطلع من الحريق هاي دي مادة صلبة رح تطلع رح تفوت ومتل ما قلت أنه بالفص نزال رح يكون في شعيرات طلقتهم وتأخذهم وتوقفهم إذا كانوا كبار إذا كانوا صغار أكيد رح يمرقوا على الألفيول رح يوصلوا للبوموم بوصلوا على الألفيول وهنيكي بالألفيول محل ما عم بيكون هالتبادل بين الغاز الديوكسيدوكربون والديوكسيجان اللي عم بي بنظف الدم وبيأخذ منه الدم بيكربون هون رح يوقف لأنه نحنا سكرنا هون هلأ هذي أشياء كلها رح نرجع نتوسع فيها يمكن أكتر وبعد لما نتعمق بعض بالموضوع لأنه بعد في أشياء كتير من هنقول أعزائي المشاهدين رح نطلع ببرايك ونتابع عزائي المشاهدين رح نتابع حلقتنا القيم اليوم عن حرق المواد الكيميائية وخاصة الموجودة بالدوليب وبالنفايات كمان اللي رأينا هلا رح نطرق كمان بهالقسم الثاني من الحلقة كمان عن المفرقعات اللي بنستعملها كمان باحتفالاتنا إن كان بالأعراس ولا بأعياد الميلاد خصوصا على القتو وموجود الأكل كمان هوا رح نطرق لهم بالآخير كنا بلشنا نحكي عن بعض المواد الكيميائية الموجودة بالدوليب فرح نكفي اليوم نتابع ونشوف إنه فيه في كتير بعد غير الكربون اللي بيطلع جزيقات كمان في غبار رح نسميهم غبار إنه جزيقات كتير صغيرة يعني إذا بنا نحكيهم بنحكيهم بالنانو بنحكيهم قدما كتير رفاع عم يتجمعوا براويينها رح مثل ما قلنا بنهاية الأصم الأول من الحلقة منو عم يتجمعوا بهال الفيول اللي موجودين بالرواية اللي هني على هالمستوى عم بيصير فيه التبادل الغازات اللي بيفرزها الدم اللي بيحملها الدم من الجسم اللي هي الديوكسيد الكربون وبرجع بياخد محل الديوكسيجين فاليوم هالي هالجزيقات رح تسكر هالمسام رح يتوقف هالعمالية التبادل للغازات الضرورية للجسم فبالإضافة لهالجزيقات بعد فيه مواد كيموية غير الديوكسين غير الكربون نوار غير اللي بدي أرجع أطرر له أكتر مدام ليلة حكيت شوية صغيرة عن اللي بلوم هداش إله تأثير رح نكفي دكتور ادي بالنسبة للمواد الكيموية الموجودة بعد بالدولي فيه شغلات بترولية كتير مصار تين يعني فيه مادتين من الكتير الخطرين يسمون SBR يلي هن ستايرين بيوتاديين رابر اللي هو إذا بدك بحطون مع الكوتشوك مع البولي إسوبران يعني مع المادة الأساسية تبع الكوتشوك كرمال يشد أكتر وتأسى أكتر بس ما ننسى أنه إذا هن معمولين من مثل ما حكينا الحبال الطويلة أو الشبكات الكبيرة لا يقذوا تفككهم اللي بيقذي البولي بس أجيب كلمة بولي يعني شيء كتير كبير كل شيء بولي منه مضر بس يتفكك بصير جدا مضر يعني لما حكيت ستايرين بيوتاديين يعني هن نوعين من المواد الكيمائية اللي هن كتير مصارطنين كتير جدا موجودين كمان بدوليب بس ينحرق وبس ينحرق يعني هيا الله مادي كيمائية تنحرق عم تتفكك عم تتفكك وتتأكسد بنفس الوقت يعني ما بنعرف شو ممكن يطلع بالإضافة ل البيوتاديين وال و السايرين يطلعون من حرق الدوليب أو حرق النفايات حتى بقى هؤدي متان جدا مصارطنين وبفوتوا ضغري على الرواية بشكل جزيئات وبيبقوا وبفوتوا على السايكل على البيوكاميكال سايكل أكيد ممكن يدلنا أكتر عنهم وعن مساوئهم خينا دكتور جورش لك دكتور إيدي في شغلة يعني ما بيعطوها قيمتها لحد يتلق اللي هي الغدد الغدد اللي هي مثل نعطيك اكزامل الغدد الدماغية اللي بتعطينا أرمونات إذا بدك شوي سباسيال اللي بيخلقوا بالنخاع وهن اللي بيعطونا كاركتير تنقول رجال أو كاركتير مرة وفوق هيدا وكله الأرمونات اللي هني النيروستيروييد اللي هني بيشغلوا لنا دماغنا وبيخلوا الدماغ يشتغل مظبوط هلأ هالبرودويل عم نحكي عنه هالإشيال اللي عم تطلع من وراء حريق الدوليد عم بيفوتوا ويغيروا رجلاجات الأرمونات اللي بيجسمنا يعني إذا بدي أحكيك بيحكيك عن الغدة الغدة تيرويد اللي هي التيرويد المعروفة شو الرول طبعولها بس هلأ بس نغير للرجلاج طبعولها بدأ تأثر على جسمنا كله وهو دي البرودويل بيغيروا الرجلاج وبيغيروا الرجلاج الأرمونات الرجالية أو النسائية يعني عم نشوف يعني مثلا أنا تأطلع أو تأطلع الزلمة شاب لازم يكون في عنا اثنين أرمون روجستيرون وتستستيرون بس قديش الفرق بيناتهم قديش بيكون الكاركتير رجال كل ما كبر الفرق كل ما علي الكاركتير تبع الرجال هالبرودويل هو بيفوتوا على الأرمونات بيوطوا التستستيرون تيصير قريب من البروجستيرون يعني بيصير الشخص بيفقد رجوليته بكل معنى الكلمة يعني شو الأبيرنس تبقوله أو شكله من بره ببله الشي تغير حتى من عمر الجنين لعمر البيبرتيل اللي هي 13 و 14 سنة بيبينه يعني نحن زي شي ما عم نقذي بس حالنا عم نقذي أولادنا أولاد أولادنا لأنه سبق مثل ما قلت قبل أنه هاو دي البرودويل بيضلهم بجسمنا جو هلا غير أنه بتعرف الناس اللي قاعدين قريب على الساحل مطرح ما كان عم بيصير فيه حرق هالدوليب عم بيطلعوا لبره على البلكون بتسمع الناس عم بيقولوا وعبينطفوا ثلاث مرات بلكوناتهم أو أربع مرات بلكوناتهم ليه هالإشي اللي طلعت من الدوليب عم ترجع تنزل إذا كانت بارتكول نوار أو بارتكول كربون أو حيال مونوكسيد أو ديوكسيد عم بيرجع ينزل إذا ما نزل دغري بوزنه على الأرض عنا أو على البلكون أو على البات بد يرجع ينزل من الشتة إذا شتت الدني صحيح بدأ ينزل تنقول الديوكسيد نبع صوف ثاني أكسيد صوفر أو ثاني أكسيد اللي هن بدأ ينزله مع الماء وينزل هالمطر الأسيد بيصير في عنا مثل الوقت بيطلع على البركان ترجع بتشتت الدني بينزل المطر الأسيد هذا المطر بدأ يتغير يعني وين عم نتأثر نحن عم نتأثر مطرحين بطريقتين عم نأثر عم نأثر على حالنا عم نأثر على حالنا كأسباس أمان دغري بس نتنشأهم لهالمواد تاني شي من بعد ما ينزلوا على الأرض مين بدوا يعني في عنا حيوانات برا طرعة عنا جيج عنا معزي عنا خريف عنا زراعة يعني هالزراعة كلها هذي بدأ تتأثر بهالبرودوية عم نرجع نخدأ وفوق أكتر وأكتر من هيك المياه الجوفية يعني بالنتيجة هي عم بتأثر على البيئة بشكل عام وخصوصة عم ترجع ترتد على الإنسان بطريقة غير مباشرة يعني حكينا هلأ بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة وبطريقة غير مباشرة بدي أحكي عن طريق الأكل عن المياه الجوفية كمان المياه الجوفية يعني نحنا نعتبر بلبنان يعني راحوا من قدامنا حرقناي هون راحوا من قدامنا رتحنا مبسطنا مش موجودين قدامنا بس منا عارفين نحنا كنا حاصرينهم بمطرح هلأ توزعوا وين ما كان يعني إذا لحقته نزلت على المياه الجوفية مصيبة يعني المياه اللي بنا نشربها بالبات ما في فلتر معمول طي نضف المياه برا توصل لعنا على البيت يعني نحنا بطريقة غير مباشرة عم نقذي حالنا وعم نعبي جسمنا بهذا البرودوية وعم نوزعوا لأولادنا بطريقة مباشرة إذا كانوا عيشين معنا أو إذا يوما ما ما نجيب أولاد رائعي لأنه بدأ تأثر على الأجنة برحمة الأم بدأ تأثر على الجنايات على كل الخريطة الجنات الشخص الشخص اللي عم يحرق الشخص اللي عم يحرق من نواعي إنه في ناس ختيارية يعني دين ببيوتهم الختيارية اللي عندهم مرض رابو عندهم رابو عندهم ديق نفس عندهم مشاكل قلب منه منتبه إنه في عنده الناس يعني في نسوين حبالة عم تتنشأ هيدا الهوى فيه أولاد زمار بعدين كمان فين تنسير على الأم المرضع أكيدة يعني عندنا جهل مش طبيعي للناس اللي بيولع دولاب هيدا اللي عم بيولع دولاب لازم نحنا نعتصم ضده يعني مش ثورة ثورتان لازم يصير ضد الجهل الموجود عندنا هي بالشارع هون بدي نركز شغل كتير مهم يعني هون إنه الأم المرضعة لإنه عم بتتركز بالحليب وعم توصل للطفل الرضيع عم بتتركز بجسمه من وراء الغذائي إنه اليوم أنا بالمستشفيات شفت أطفال عمر 12 شهر عندها مرض سرطان هادي البرودويات بيدوبوا بالدهنة يعني أدمنهم هن بيقولولهم إيدروفاب إحنا الشيميين نقول عنهم إيدروفاب أو ليبوفيل يعني بيقدر يختلطوا بالدهنة مش إن هيك بيتخزنوا بالغلب بيروحوا بالبلسنتا بيهدوا بالبلسنتا ما بيقعد يروحوا مطرة يعني مشكلة كتير كبيرة يعني كتير للمرأة الحامل وللمرأة بطريقة الحليب وكل مرأة ذكرنا لازم ما تنسى أستاذ أنتوان بهالفترة اللي مرأتنا فيها إذا منلاحظ كمية الألرجية عم تكبر كتير بين الناس يعني ما بقى فينا نقول وسيقبت بموسم الجريب يعني كمانا موسم الجريب وموسم بدأ تجي الشتي تقريبا ثمان أشخاص الأتموسفير تبعنا تقريبا سبعة لثمان أشخاص من عشرة عندن عوارد حسيسية وعوارد الحسيسية مثل ما بنعرفها كلنا هي عوارد آسم يعني سعلي ضيق بالنفس هذي نحنا شو عم نعمل فعلي أو ضيق بالنفس عم نوضيه دغري سوء بالآسم عم نوضيه دغري سوء أمراضي يمكن حتى أسوأ من الآسم ضيق نفس وممكن للأسف يعني إذا بيتعرض الشخص لهالكميات الكثير كونسنتري مكسفة لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة ممكن تودي بحياته للموت نهي الموت المبكر هيدا كمان بيسبب كثير هاو ديك قيل لأنه بصير فيه قصور بصير فيه بالرواية يعني عم نحكي عن مش مشكلة عم نحكي عن كارثة بإي عم نحكي عن كارثة بتخص الإنسان وهوم ما تفضل بهيدا البريود هيدا جينوسيد اللي عم بثير يا جماعة قلنا نحنا توقف الحرق الدولي ما فيه حرق الدولي ما فيه كذا بس ما ننتبه انه هلأ كل هالغازات هي مخزنة بالأتموسفير دونك رح تنزل مع مياه الشتي هلأ أكيد أكيد دكتور قدي قيل كلمة كثير مهمة بس من سمعت هلأ عم نقول انه فيه جينوسيد عم بثير جينوسيد إبادة جماعية هاي اللي عم بثير اللي عم بثير هلأ أو بحق يلا محل عم بينحرق مستوعب نفايات أو دوليب هيدا جينوسيد يعني مجزرة عم بتصير بحق الناس بحق الناس هلأ وبحق الطبيعة وبحق الناس اللي بدون يجوا الجينريشنز اللي بدون يجوا اللي جايين واللي بعدون واللي بعدون يا جماعة وعو وين رايحين؟ ما بقى فينا نتحمل جهل بقى؟ أساساً الدولة حذرت منه حرق الدوليب هلأ هلأ مثلا هالحرق الدوليب هيدا ممكن نوعاً ما بيقزي الشخص الموجود حده قبل ما يقزي الشخص للبعيد مثل ما كنا عم نحكي بس بعدين في شغلة في الأو بي آ اللي هي الانفيرمنتل بولوشن أسوسييشن طلعت أنون بأوروبا سنة الـ 2016 ممنوع منعاً باتاً حرق دوليب برا وإلا في زبط كتير كبير بياكله الشخص 75 ألف يورو حرق دوليب 75 ألف يورو حبس سنتين يعني نحنا هون لو بدنا نتكل عليها هاي الشغلة كان كتير من وبدأ يركز على شغلة كتير مهمة هون إنه من الشخص اللي هو عم بيحرق دوليب أو عم بيتنشأ الدوليب على البعض إنه رح يتأثر بس بدي ركز على شغلة إنه تأثيره منه باللحظة ذاتها هذا بدي يكون تأثير على المحل باتنين سوا أكيد في على المدى البعيد وعلى المدى القريب وعلى المدى القريب كمان لما بيحس باختناء لما بيحس بالعبئة لما بيحس بديق نفسه على المدى البعيد أكيد على المدى البعيد رح يباليش يحس بأمراض السرطانية وقلنا كمان على المدى البعيد هو عم بيحس كمان أولاده والأجيال اللي رح يكون من بعده أنا ما رح نحكي احتمالات هلا بهيك وضع لا لا عم نحكي احتمالات نحنا عم نقول الشيء محتمى بدا تسير بس على المدى الأجيال يمكن ما يحس فيها بس على البعيد إبادة جماعية إبادة جماعية وهي نحنا اليوم دائما نحكي منقول إنه كل تلويس للبيئة قوة منه جريمة لقتل شخص أو شخصين هي إبادة جماعية أي تلويس للبيئة هي مجزرة مجزرة جماعية ومشان هايك هداسة البابا بنوا الساز بسنة 2016 أعلن إنه تلويس البيئة هي خطيئة مميتة هي خطيئة مميتة فلذلك اللي عم بتقولوه كتير مهم هلا اليوم ما بعد إذا بعد فينا نختصر ونقول إنه بالنسبة للدولار أمر خطير حرقه ممنوع حرقه مثل ما ذكرنا إنه فيه أكتر من 25 مادة مصرطنة الممنوع حرقه نهائيا بالهوى التطلق كمان النفايات مثل هاي كينا نتطرق بنهاية هالحلقة شوي للمفرقعات اللي عم نستعملها غير إنها رح تسبب حرائق غابات ونحنا بمواسم حرق غابات هاي كمان نستعملها بمجالات قريبة باحتفالاتنا بالأعراس الجبال النار نحنا بتبقى ماشي العريس والعروس بينها جبال النار مبسوطين فيها حطينا على قلب الجتو هالهو الولاد كلهم عم بيكلوا عم بيكلوا عم بيكلوا عم بيكلوا شو فيها مواد كيمائية عم تصال تنزل على الجتو على الأكل على الأشياء وبعدين نحنا عم نتنفسها ونحنا عم نحتفل ونهيس يعني مواد الكيمائية اللي حكينا عنا بحرق الدوليب أغلبيتها بالإضافة لكذا معدن هن اللي بيعطوا الألوان إذا ما حكي مفرقعات الكبيرة بنهاية عم بيرجع علينا وبالإضافة للفوسفور الفوسفور عنا مشكلته إنه بيطلع مثل دخنة بيبقى بالجو لفترة نحنا نستوعب الفوسفور وبيبقى بالعظم لفترة معينة بعدين بيبلش نخسر الفوسفور ونخسر معه الكالسيوم من جسمنا للأسف لأنه جسمنا لما بده يتخلص من الفوسفور بيتخلص معه من الكالسيوم ونلاقي مش من هيك منلاقي الاستيوبروزيس عم بزيده وللأسف عم بزيده عند رجال وعند النساء مش إنه قصة من بعد المينوبوز الصحيح للنساء معرض معرضين أكتر للأستيوبروز بس هلأ سنعم نلاقي كمان كتير استيوبروز عند رجال سببهم وهون حكيتها مادم ليلى إنه بالنسبة للرصاص عم بيتركز بالعدم بيسبب سرطان العدم هالي كنت حيب بيضوع ليا كمان مع حرق الدوليب إنه التشال كتير مع بيتركز بالعدم بيسبب سرطان العدم ومنعرف قديش مؤلم جدا سرطان العدم من أكتر السرطانات الموجعة يعني هي والذكرناهن هلأ كل شيء أطورين يعني أذن أنف حنجرة من أصعب السرطانات من كان بالشفة أو بالوجع يعني منشوفهن إحنا ورديو ترابيدي بتعمل لألون كتير 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 صعبين سنحن بعدنا عم نحكي عن سيستام التنفس اللي هو من المنخار للتم أو من التم لجوه على الأصابات الهوائية وعلى الروية الآن بالنسبة للسرطانات طبع العدم والرصاص بي ذكر ميسيو أنتوان الرصاص قديش بتلاقي حضرتك كناشطة بجمعية المنع التدخين قديش بتلاقي هالكوان كومان تنرجع نجمع هاتنين دومان حرق الدوليب والتدخين تنينتون قديش فينا نحطن حط بعضن أو نلاقي هالكوان كومان بينتون فينا نعمل مثل شو بقولو نتطلع بين اتنين هلأ حرق الدوليب هو اللي بسموه شي بسموه الطلعة السريعة يعني البيك طبع السيئو بحضوره وبتنشؤه أما التدخين أكيد حسب أنواعه لأنه إذا فتنا بالأرقيلة عم نعمل الانبيك كمان إذا فتنا بالدخان سيجارة العادية في السيئو بس أكيد النسب مش بسرعة هاي يعني هون صرت تخليف القصص على أنه الشغلة عم بتطير فورية وهلأ قديش عم بتتنشأ سيئو أكيد بس يتنشأ سيئو بكمية كتير عالية بالحرق بيجي بيعمل التست بيطلع كتير عالية عنده مثل حتى فيه لسان شخص وصل لعنه كان مثل ما بيقول عم بيقول منظف الدخون قبل بنهار أو شي هيك مش اخد ورا سيجارة وجي مبسوط بحاله أنه هو مش مدخن اليوم مفروض يطلع زيرو السيئو فبيطلع السيئو عنده بالأربعين وخمسة واربين إن رقم كتير عالي مفروض مش معقول يكون موجود عنده صنع مستغربين تسألته واستفهمت منه شو طلع نظف الدخون تقريبا نفس الفكرة هوني عنا بيك كتير عالم السيئو بنفس الوقت وهونيك عنا عم ناطح عنا سيئو تدريجيا شوي شوي على هالنقطة بدي أسألك سؤال إنه اليوم عنظف الدخون أو عم نحرق دولات أو ما بعض شو عم نعمل حطينا هالكممات مدى فعالية هالكممات هالي هالتورة هيدولي قدرين يفيدوا بشي والكمامات العادية اللي هني منهم فلتر هني شقة تقماشي اللي هي معمولة من فيبر اللي إلا فيها بور أكيد أكيد مش كتير أكيد مش كتير يعني عم نحكي بعدنا عم تنشأهم مش مش فعلياً منا شي يعني إذا مش تطلع على تيسو تبعولها منا شي مهم يعني مش بورسنتاج عالي أنك أنت تريحها لك من هالموضوع يعني هيدا عمالية ما من قيم بها الموضوع ما من قيم فيها منا شغلة لا 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 أكيد لا لأنه لقصة الكمامة نريد أن نفكر مظبوط الكمامة من شو معمولة معمولة من قماش والقماش هو متخرم بطريقة نقدر نتنفذ وهو دي البر رح يكونوا أكبر من الدمانسيون تبع البرتيكولي يعني بدون يفوتوا بقلب هالبر ويفوتوا بمن خيرنا أو بتمنى يعني ما ما رح يتغير يمكن تفرق شي عشرة بالمية أو خمسة عش بالمية بس مش أكتر من هكي مش حرزانة مش حرزانة أكيد مش حرزانة أنا بالنسبة إلي مقلون طعمي وجودهم وعدم وجودهم تقريباً شي زيته مثل فلتر السيجارة كمان كمان بخفف بس بكمية كتير قليلة كتير قليلة ما تنذكر ما هي هوني كمان اليوم بعد هكي بناهية هالحلقة أحب هكي شوي أرجع باختصار نختصر كل هالحلقة بكم كلمة منك دكتور أدي منك دكتور جورج هكي بكم كلمة نختصر على الحلقة مثل نعطي رزيومي عن حرق الدوليب هكي خطرها بشكل سريع بدي أحكي عن ثلاث أشياء حرق الدوليب حرق مستوعبات النفايات وليت رأت عليه بالآخر بطريقة كثير موجهة زي اللي هن المفارقعات بنحطهم على الجاتو أو بنحطهم على مدخل بيت أو شي حيال مناسبة أو هودات صحيح المناسبة عم بتصير مرة بالسنة بس إذا بنحضر 12 مناسبة أو 15 مناسبة بنهاية عم نشمون عم نتنشقون عم نناكلون حتى موجودين بالأكل ننتبه 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 اللي عم بصير على الطرقات عم بصير بقلب المفارقعات يعني نحنا منا بعيد عن التلوث نحنا التلوث اللي حقنا كل يوم هلأ بطريقة غير مباشرة يمكن مبسوطين بالشكل نحنا بس ككمية وكسافة اللي عم بصير على الطرقات من حرق الدوليب وحرق مستوعبات مستوعبات نفيات هيدا برجع بقول إبادة للبشر وليزم يتحاكم الشخص كمجرم كل شخص عم يحرق دولات بالعكس عم نهوبر له وعم نزقف له وخصوصا من قول ومنحطينا 7000 دولار كلفة هالمفارقعات واخدت معنا نص ساعة واخدت معنا وكذا ونحنا تشبهنا بالدول العالمية إنه حياتها فخر إنه عم نلوث إنه إذا غيرنا عم يلوث نحن يكون عندنا فخر دكتور جورج أخيرة يعني دكتور قادي كفة ووفة بس أنا بدي أدعي الناشطين البيئيين اللي بيشتغلوا بالتشريع الأوانين أو بيقدروا يطرحوا أوانين جديدة تكون عن جد صارمة يوما ما نقدر نستعملها تنقدر نمنع هالحريق إن كان حريق دوليب أو حريق مستوعبات أو ننتبه على كمية المفرقعات اللي بدأت نحط لأنه بالمناسبة أو بوجود حرق الدوليب أو بحرق الزبالي المستوعبات النفايات ما في عمر للشخص اللي عم بيتنشأه يعني عم بيتنشأه الجنين للختيار اللي عمره تسعين أو خمسة وتسعين سنة أو أكتر يعني يرات هالناشطين البيئيين بيقدروا يشتغلوا جدياً أكتر بيقدروا يفرطوا جودهم على الأرض ما تكون البيئة عندنا زينة أو ما هي هون أنا أكتر كمية بدي أصل للمتخصصين بالتشريع بالأوانين بنا هيدا يرجعوا للعلماء البيئيين اللي هن متخصصين بعلم البيئة ويحطوا أوانينهم بناءاً على التعليمات العلمية اللي عم بيعطوها وفوق هيدا وكلو لازم يكونوا صارمين جداً 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 لأنه بلدنا كتير صغير الكمية اللي عم تطلع منه تلوث أكبر بكتير من مساحته وهوني بدي أذكر شغلي أنه استركتور جيولوجيك طبعاً لبنان هالجبال اللي نشوفها نحن عندنا عالية هي سد مثل ما هي سد للغيوم اللي عم بتخليها تقطع للبقع اوكي يعني هيدا كمان هي سد بالنسبة للمواد الكيميائية الكيميائية والغزات اللي عم بتكون بالهواء اللي عم بتخليها تخلي لبنان الجهة الغربية من لبنان من سلسل الجبال لبنان هي مستنقة لها الملوثات لشان هيك عم بيطلع لما عم نعمل دراسات للهواء عم بيطلع عندنا نسبة الملوثات كتير عالية لأنه عندنا جبالنا هي عالية عم بتكون سد لهالجبال يعني تكمل عليك دكتور أستاذ أنتوان بالنسبة للتلوث اللي هو عم تحكي أنه سد وما سد يعني عم نحكي منها ننتبه على تلوث البيئة صح يعني المياه الفويكة الخضرة السروة الحيوانية كله رح يتأثر كله رح يتأثر مش بس الصحة الإنسانية الديريكت ما هي عرا حترجع ان ديريكت هترجع على صحة الإنسانية كمان هيدي كاريزيومي كاريزيومي كان لما السروة الحيوانية والسروة النباتية اللي بنتغزى منا هوني مدم ليلى في شيء كلمة أخيرة بتحب تقولي أكيد فينا قول شغلة صغيرة انه من بعد من عمل الرزيومي وحكينا عن كل شيء من هالنقطة ومن هالرح نجرب ننشر صوتنا وينما كان وعلى أوسع مطرحة ممكن طي يسمعوا الناس اللي ما بيعرفوا ما يمكن فيه ناس ما بيعرفوا شو عم بيعملوا بس هلأ صار لازم يعرفوا صار لازم يسمعوا ويتعلموا ومن بعدها بتمنى يحسوا حالهم مسؤولين ومش يقولوا الدوليب ما رح يأثر رحوا شوفوا الزبالة ومش يقولوا السيجارة ما بتأثر رح يشوفوا الدوليب من هلأ قريح نفرد كنوا سمعتوا وعرفتوا نتمنى عليكم التجاوب لكن أعزائي المشاهدين خلينا كلنا نتحمل المسؤولية وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من سالون بسيانس اشتركوا في القناة